اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقولها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فنائي كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركانا كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نورو يا قدوس يا نورو يا قدوس يا أول الأولين ويا آخرى آخرين اللهم اغفر لي الظنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الظنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الظنوب التي تنزل البلاء وكل خطيئتي أخطأتها اللهم اغفر لي الظنوب التي تغير النعام اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأنت وزعني شكرك وأنت للمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذلل خاشيح أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا وانقالعا وفي كميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت حاقة وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانه وعلى مكانه وخفيا مكروف وغذر أمرك وغلبا قهرك وجرت خدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي يساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بكهدي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سكرتا وكم من فادح من البلاء أقلتا وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم أعظم بلائي وأفرق بي سوحالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أضلائي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجلالتها ومقالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عن تدعائي سوح عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سور الفعي وإسراءتي ودعام تخريقي وجهالتي وكفرتي شهواتي وغفلتي وقن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال روفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي ما لي غيره أسألك كشف غضري والنظر في أمري أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم أحترس فيه من تزين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودي وخالفت بعض أوامريك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حدتني فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقسيري وإسرافي على نفسي معتدراً نادماً منكسراً مستقياً مستغفراً منيباً مقرراً مفعناً محترفاً لا أجد وفرراً مما كان مني ولا مفزعاً أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإذ خالك لي آية في سعتي لرحمتي بلاه فاقبل عذري وارحم شدة ضرري وفتني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هدني الابتدائي كرمي وسالفي بركبي يا إلهي وسيدي وربي تتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به رسالي من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوديتي هيها آت أن تأكرم من أن تضيع من ربيتك أو تبعد من أدنيتا أو تشرد من آويتا أو تسلما إلى البلاء من كفيته ورحمتا وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاهي فتسلط النار على وجوه خرهت لعظمتك ساجدها وعلى أرسل نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب احترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر رحمت من العلم به حتى صارت خاشعا وعلى طارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارك باستغفارك مفعنا ما هكذا الظن بك ولا أخفرنا بفضرك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وَمَا يَجْنِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَدْلِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُومٌ قليلٌ مَكْرُومٌ يَسِيرٌ بَقَاءٌ قصيرٌ مُدَّةٌ فَكَيْفَ احتْمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلِ وُقُوعِ الْمَكَارِ فِيهَا وَهُوَ بَلَاءٌ تَقُولُ مُدَّةٌ وَيَدُومُ مَقَامٌ وَلَا يُكَفَّقُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَابِكَ وَسَخَطِيْكَ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَغَابِ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ بِيهِ وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يَا إِلَيِّ وَرَبِّي وَسَيِّدِي وَمَغْلَى لَأَيِّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُرُ وَلِمَا مِنْهَا أَضِدْتُ وَأَبْكِي لِأَلِيمِ الْعَدَابِ وَشِدَّتِي أَمْ لِطُولِ الْبَلَاءِ وَمُدَّتِي فَلَئِنُ صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَاءِ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَاءِ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَمْرِيَاءِ فَهَبْنِي يَا إِلَهِ وَسَيِّدِي وَمَوْلَايِ وَرَبِّي صَبَرْتُ عَلَى عَلَابِي فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ وَهَبْنِي يَا إِلَهِ صَبَرْتُ عَلَى حَرْنَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفُوكَ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايِ أُكْسِمُ صَادِقًا لَإِنْ تَنَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا فَجِيدَ الْآمِنِينَ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِفِينَ وَلَأَبْكِئًا عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُمْتَ يَا وَلِيَا الْمُؤْمِنِينَ يَا غَيَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِيَاثَا الْمُسْتَبِيثِينَ يَا غِيَاثَا الْمُسْتَبِيثِينَ يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ وَيَا إِلَيَا الْعَالَمِينَ أَفَتُرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِ وَبِحَمْدِيينَ تَسْمَعُ فِيهَا صَرْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سُجْنَ فِيهَا بِمُخَالَفَتِينَ وَذَا قَطَعْ مَعْدَابِنَا بِمَعْصِيَتِينَ وَحُبِسَ بَيْنَ أَطْبَاطِهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِينَ وَهُوَ يَذِرْكُ إِلَيْكَ غَجِيجَ مُؤَمْلٍ لِرَحْمَتِي وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدٍ وَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرْغُوبِيَتِي يا مولاي فَكَيْفَ يَبْطَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَا مِنْ حِلْمِي أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ الْنَارِ وَهُوَ يَقْمُلُ قَبْلَكَ وَرَحْمَتَهَا أَمْ كَيْفَ يُحْرَقُهُ لَيْبُهَا وَأَمْتَا تَسْمَعُ صُرْتَهُ وَتَرَى مَكَانًا أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَمْتَا تَعْلَمُهُ غَعْفًا أَمْ كَيْفَ يَتَغَلْغَلُوا بَيْنَ أَقْبَابِهَا وَأَمْتَا تَعْلَمُهُ صِدْقًا أَمْ كَيْفَ تَلْجُرُ زَبَانِيَتُهَا وَهُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِفْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكَهُ فِيْنَا هَيْهَاكْ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَلَا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ وَلَا مُشْبِهُ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُوَحْدِينَ مِنْ بِرْءِ وَإِحْسَانِهِ فَبِالْيَقِينِ أَطْبَعُ لَوْلَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ تَاحِدِيكَ وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ مُعَانِجِيكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلْنَهَا بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَا كَانَتْ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرًّا وَلَا مُقَامًا لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أذنعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثلاؤك قُلْتَ مُبْتَدِئًا وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّنًا فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا أَلَّا يَسْتَوُ أَلَّا يَسْتَوُ إِلَاهِي وَسَيَّدِي فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَكَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَتَهَا فَانْتَهَبَ لِنْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةَ كُلَّ جُرْمِينَ أَجْرَمْتُ وَكُلَّ دَمِّينَ أَبْتُ وَكُلَّ قَدِيحِينَ أَسْرَرْتُ وَكُلَّ جَهْنَ أَبْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَمْتُهُ أَخْبَلِتُهُ أَوْ أَبْهَرْتُ وَكُلَّ سَيْئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحَفْضِ مَا يَكُونُ مِنْيَ وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَائِهِينَ وَالشَّعَيْدَ لِمَا خَفِي عَنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَ وَبِفَضْكَ سَتَرْتَ وَأَنْ تُوَفِّرَ حَفِّي مِنْ كُلِّ خَيْرِينَ أَنْزَلْتَ أَوْ أَحْسَانٍ فَضَّلْتَ أَوْ دَرِّينَ نَشَرْتَ أَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَ أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ أَوْ خَتَعٍ تَسْتُعُهُ يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَبِّي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك مرسولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأمراضي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيددي يا من علي معوالي يا من إلي شكوت أحوالي يا ربي 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 وهدي الجد في خشيتي والدوام في الاتصال بخدمتي حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنى منك أدنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربي المنزلة منك وأخصي الزلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأقرني عفلتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرت بدعاء وظلمت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإيش من أعدائي يا سريع الرضاء يا سريع الرضاء يا سريع الرضاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشار يا من اسمه دواء يا من اسمه دواء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنان ارحام من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل لي ما أنت أهلوا وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم وتسليما كثيرا ببطاعتك من الوضع ومفضل